اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية خلال الساعة القادمة تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي ويميل الطقس تدريجيا للاعتدال لكن الاستقرار عفوا لكن تبقى درجات الحرارة باردة بشكل عام خلال ساعة الليلة على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وكبير خلال بداية الأسبوع ننتقل الآن ويكون استعرار المحاول الرئيسية لها هذه النشرة ستكون حول انتهاء هذا المنخفض الجوي واستقرار على الطقس وارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد وتشتد خلال منتصف الأسبوع نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة سادة أجواء باردة بسبب كتلة هوائية باردة مرافقة للمنخفض الجوي هذه الكتلة هوائية باردة ستحرك تدريجيا بعيدا عن المملكة وتعود درجات الحرارة الارتفاع قليلا يوم السبت يستمر الطقس بارد نسبيا لكن يوم الأحد تصبح درجات الحرارة معتدلة والطقس ربيعي بشكل عام لكن يوم الاثنين تندفع نحو المملكة الكتلة هوائية حارة تعمل على ارتفاعات كبيرة وملموسة على درجات الحرارة نتبه الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لها هذه الليلة حيث يسود تقص رطب بشكل عام ست درجات مئوية ملموسة أربعة الرطبة مرتفعة كما ذكرنا وريح تكون غربية معتدلات السرعة نقاف العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم السبت تقص بارد 14 إلى 7 يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة تقص صافي 18 إلى 11 لكن يوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وملموس 25 درجة مئوية كحرار العظمى أما الصغرى 15 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة